السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة انتصار شانيل كانت مننا الفيديو ديالي يلقاكم وانتم في احسن الاحوال وبصحة جيدة وكان بارك لكم العواشر وكانقول لكم رمضان مبارك سعيد اللي يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وتكون النفسية تكون مرتاحة ويرفع علينا ربي هاد الوباء انذ وزور رمضان ساعنا وحنا مرتاحين لا من ناحية نفسية ولا من ناحية الدينية علينا وعلى المسلمين كاملين يا ربي جيدكم بفيديو جديد وفي هالفيديو جبت لكم شباكية مع الكام جعباه شيشة كالدف الفم وما داق ولا ارواح من ارواح شباكيات اللي غاد نتوقوها الى جره والاهم انها صحية شباكية في الفرن لكل شي كيقلب على الشباكية تكون صحية بدون زيود فاليوم غاد نشاركها معكم بمقادر اللي هي بسيطة ومقومة على حقها وطريقها وباش تحصلوا على شباكية اللي كتكون كيف تلكم في الفرن وكتجيه شيشة ومجاعبة وكتدو في الفرن فخليكم مع الفيديو وفرجمهم بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجه في شباكياتنا عندي هنا كيلو ديالتقيق كنختاره دائما تقيق اللي كيكون نوعية تعتهم زيانة كيكون خاص بالحلويات كن عبره كيلو نيشان يعني ما كيكون زيت دمك يكون ناقص كنغربلوه غادي نحتاجه هنا يا كاس إلا ربع ديال زيت البلدية أو زيت زيتون وبنفس الكاس كنناخدو القياس غادي نحتاجو كاس ديال لوز ما يعادين مية جرام بالنسبة اللوز كنناخدو اللوز خضر يعني بالقشرة تاعو وغير كالمسحوم الغبرة وكنتحنو نيشان تاكي ولي هكا كيكون معجن وغادي نحتاجو كاس ديال زنجلين ما يعادين مية وعشرين غران حتى الزنجلين كذلك ممكن نحمروش يعني هكا كخدر كنتحنو لأنه ما زال كيطيبو لنفيش شباكية ملي كنكونو كنطيبوها كيزيدو كيطيبو غادي نحتاجو هنا درس كاس إلا ربع ديال مزهر ومن بعد غادي في الوسط الفيديو غا نقول لكم مش حالة على المزهر هزت ليال شباكية غادي نحتاجو نس كاس ديال الزبدة اللي دور تحته لتنوازيت وثلاثة المعالق ديال الخل ما يعادي لربع كاس ديال الخل هنا غادي نحتاجو نص معلقة صغيرة ديال كركم وكيعطي واحد المضاق هائل شباكية بالنسبة الناس اللي ما بغاش يدارو اديروا الكركم فممكن تعودوه بالزافران شعراء او داما ديال زافران انا كنفضل كركم كيعطي مضاق وكيعطي حتى اللون في شباكيتانا غادي نحتاجو هنا عندي معلقة كبيرة من نافع ومعلقة كبيرة من حبة حلاوة بالنسبة البنات اللي ما كعرفوش النافع حبة حلاوة راهو ما هادو انا خديتهم صهدتهم غير شوية في المقلاء وطحنتهم وغادي نحتاجو كذلك معلقة صغيرة ديال القرفة معلقة نص معلقة صغيرة ديال الملحة وهنا عندي معلقة صغيرة ديال العطرية الخاصة باللحم اللي كتكون فيها بسي بيسا وقع قلة كيف كنقول لكم دائما أنا مصايبها على ايدي كنديرا في شباكية كتعطي واحد المدقة رائع وغادي نحتاجو هنا يا رأس معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية وكننأكد عليها رأس معلقة صغيرة يعني غادي نتهزو الخميرة غير بين صبعا تاعكم وغادي نديروا واحد شوية بالنسبة لعطرية البناترة هي هادي كنديرها أنا في الحم وكنديرها حتى في شباكية كتعطي مدقة هائل وفيها التوابي اللي هي زوينة زوينة بزاف وغادي نحتاجو باكية أو ساشي ديال الخميرة الحلويات من وزن 7 قرام هادي هما المكونات اللي عندنا كيف كتشوفوا مكونات اللي ساهلين وصفرين في كل بيت ولكنش كتحصلوا على شباكية اللي على حقها وطريقة مقوومة كتجي بنينة وكتجي لديدة المهمة البنات الطريقة اللي غادي نشارك معاكم هنا يا ساهلة ما غاديش حتاجو دلكو الشباكية نهائيا كنديرو جميع المكونات بالنسبة للصفرة على بيضة البنات نسيتو ما قلتوش ليكم في المقادير فغادي نضيفو حتى الصفرة على البيض والبيض والبيض على البيض مما كان ديروش في الشباكية لانه هو اللي كي دينا لك الكشكوشة من اللي كنبغيو نقليو كيف لديكم البنات بالنسبة للوز والجنجلين فأني طحنتهم مزيان كيف كتشوفو حتى كي وليو مع الجنين يعني كي وليو بحل عجينة من الاحسن طحنوهم مزيان بالنسبة النافع وحبة حلاوة أنا طحنتهم كنسهادهم غير شوية في المقلاء وطحنتهم وغادي نغرب لهم ضروري باش كي حايدوا النات الشوائب اللي كيكونوا فيهم لأنهم هم اللي كي قطعوا لنا العجينة أنا البنات كان بغين نشارك معاكم كل شي جميع الأسرار باش اللي دارت شباكية ان شاء الله ما تخسرش لي حلقة مزيان بالنسبة للقرفة كيف كتشوفو فكتشوفو 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 فيها واحد الحبيبات داروري ما نغرب لهم وخالبناتها تطريقة الخلاط راح كل شي كي يتتتحن يعني حتى لما غربلتوش كل شي كي يتتتحن أنا غير بغيت نقول لبنات اللي ما بغوش يستعملوا الخلاط فضروري ستغربلوا كل شي وغادي نحتاجوا لبنات هذا درد جميع مكونات وغادي نحتاجوا عربعة الحبات ديال المسكة حرة أنا داقة هنا مع شوية السكر كيف كتشوفو كان خلط مع شوية السكر سوف نضيف جميع المكونات ونضيف لهم قياس معلقة صغيرة الخرقوم سوف نضيف جميع المكونات ونضيف لهم قياس معلقة صغيرة خميرة الحلويات في الخلاط سوف نضيف جميع المكونات سوف نضيف جميع المكونات ونضيف جميع المكونات سوف نضيف جميع المكونات السبب انضيف قياس مع المكونات جميع المكونات نضيف لدي بعض المكونات نحاول دقيق اللبسه بهذا الخليط كامل نستمر بنفس طريقة حتى نكمل كميات على الدقيق هنا البنات كيف ترى في الأول درس كاس إلا ربع دياء المزهر وبقيت نضيف الماء حتى نجمع العجينة العجينة لا تكون قاسحة بزاف أنا هنا شباكية لا تعمل بالعجينة قاسحة بزاف انتم لا ترى القوام بالنسبة للمزهر الزتليات 300 ميلي لتر 30 سنتيليات خديل المزهر لا تدخل فيها المعادي نهائيا تخدم تغير بالمزهر ووجات رائعة في المدى قربنات جزوينة بزاف كيف تشوفو هنا خديت العجينة تعيد للك تغير شوية يعني 1-5 دقيق ومن بعد جمعتها في بلاستيك وخليصة 15 دقيقة حتى رتاحت لي وهنا غادي ندوزو نشكلو شباكية تعنا كيف تشوفو خديت العجينة تعتي قطعتها كاملة كويرات اللي كيكونوا صغار باشها كنتحكم فيهم وحتمني كنكون شباك فيها ما كتخرج لي بزاف ديال الزوائد او الكوثور هنا كناخد العجينة تعتي كيف تشوفو كنتلقها بدلاك وكنورقها بهذا الشكل هذا هاد الطريقة هادي كتعطينا واحد شباكية لي كتكون مجعبة وكتجينها من الداخل مورقة وكتجي شاربة العسل كنقدع لهذا الشكل هذا وكندير في بلاستيك باش هكا ما تنشفش لي مع الجو كل واحدة قديسة كنخشيها مباشرة في بلاستيكة ومن بعد غادي نخرج واحدة باش غادي نخدم والباقي غادي نغطي عليه في بلاستيك كننسح كومر بنسبة هالطريقة هادي لانه فعلا كنسحة شباكية مورقة ومجعبة كتجي من الداخل مجعبة وشاربة العسل ومن بعد ما كنت العجين كامل ودرسه في بلاستيك فعلا كنت اخرج واحدة الي غادي نخدم باستيك وهنا كيف كتشوفوه غادي نخدم معكم غير بدلاك ما غاديش نديل الورقة نهائيا لانك يجوني في التحريق بزاك البنات ما عندهم مش الورقة واش ممكن يخدمو او شباكية غير بدلاك فهنا هنا غادي نخدمها معكم غير بدلاك من بعد ما عادي نطلق العجينة كيف كتشوفو راوخ بدلاك البنات كتجي رقيقة يعني خذتكم غير ترقوها والعجين انا لم تقصح بزاف ما كتمحنكم وما كتاخدش منكم حتى الوقت يعني ضغية كتطلق هنا حيات الجواني بقديتهم وغادي ناخد الجغرة باش نقطعو الشباكية وغادي نقطع هاكا الشرائط اللي هي رقيقة كيكون السمكتاعة واحد سنتيمتر كيف كتشوفو كتديرو هاكا الأسبوع تاعكم وكتبقوا تعبرو وكتقطعو بالنسبة لبنات اللي ما غاديش يتحكمو في في القياس ديال الشهرية تديرو الصبع تاعكم وما بين كل كتحطوا الصبع كتقطعو وكتعودوا عتيني تح حتى كتكملو اذيكا العجينة اللي عندكم كاملة هنا لبنات مبعد ما غادي نقطعو العجينة تاعتنا كاملة شرائط بهذا الشكل هذا هنا غادي نشارك معاكم هاة شباكة هادي اللي سهلة ماهلة وخاتكوني عمرك ما درتي شباكية الى درتيها غادي تجيك شباكة ووعرة كتجي شباكة تاع تهزبينة كتجي واحد الوردة اللي كتجي زبينة يعني تاع شباكية اللي معتادين عليها وطريقة سهلة خصوصا اللي ما كيقدروش هاكي شبكو فاجربو هاالطريقة هادي ما كتاخدش الوقت نهائيا هادي صراحة البنات هادي اللي عام خدمت بها تمع الكليان تاعي جلزبينة شباكة وعجباتهم كيف كتشوفو كنديرو هنا يا زيك زاك يعني كنديرو بحش كل ديال ايم ولكي كيكونو خمسة ديال الاشريطة كناخدو شاريط وكنكسبو بحل ايم وفالاخر كنزيدو واحد الشاريط الاخر هادي شباكة هادي اسميها زيك زاكة البنات كيف كتشوفو من بعد ما كنديرو خمسة الاشريطة كنجمعوهم يعني واحد فوق من واحد بهذا الشكل ومن بعد كنحلوها كنجمعو جوانبهم اللولين كنقرصوهم بهذا الشكل هذا وكنحلوها فكتعطينا شكل ديال وردة نيشان ديال الشباكية اللي كتجي تشبيكة من اروع ما يكون ومن اسهل ما يكون كننصحكم بها البنات خصوص البنات اللي باقي المدار الشباكية فعليكم بهذا الشباكة هادي كتجي رائعة وانتم ما غتشوفوها من بعد ما غادي الطيب ليا فكتجي زوينة في المنظر ومنقوش لكم على المقادر واحد المضاق من ها ما يكون ديال الشباكية وكنجيه الشيشة المهمة البنات سنغار نعود معكم واحدة اخرى كنناخدو الشاريط وكننزلوه بهذا الشكل هذا في الاول كنديرو حرف ديال ا من بعد كنديرو حرف ام وكنعاودو نطلعوها تطلعها هادي يعني زيك زاك بهذا الشكل هذا هنا كنجمعو الشاريط من فوق شاريط كنهزوهم بجوجة كنحطوهم يعني كطريقة اللي هي سهلة كتجمعو ديال الشاريطة كاملين واحد من فوق واحد كتسدو الجوانب مزيان تضغطو عليهم باش ما تحلش ليكم سواء غا تقليوها او غا تدخلوها للفرن بحالي مهم الجوانب كتسدوهم مزيان صافي ومن بعد غادي كتساعدو هكا بالموس كتحلوها رضغية كتحل انا البنات هنا رغير متقل ايدية باش نشرح ليكم مزيان كيفاش كتشبك ولكن لك بغيت نشبكها هكرا السهلة دغية يعني دغية كتتحل السهل من الشبكية العادية اللي كنشبكو وهنتو مشكلتا عكي فاش كي يجي وانتو من اللي كتتحكموا في الحجم ديال الشبكية يلا بغيتوها كبيرة فكتطولوا هاد الاشريطة بغيتوها صغيرة كيف درس انا فغادي نتصغروا الشاريط ديالكم ومن الاحسن كنفضل انا الشبكية تكون صغيرة لان هادي شبكية اللي كتجي حلوة لف الشوفة ولف الحطة كتجي زوينة في المنظر كنتمنى طريقة تكون واضحة لكم البنات لان فعلا طريقة ساهلة ساهلة كي بكتليكم ممكن اي وحدة ولو طفلة صغيرة تجربها وغادي تنجح معاها وهنا غادي نعاود معاكم واحدة اخرى باش يكون يعني يكون الشرح واضح اكثر خصوصا لبنات اللي كيف كنقول لكم دائما مبتدئات كناخد ناخد ناس العجين يعني واحد الكورة اخرى تنطلقها بدلاك طريقة ساهلة لبنات باش كتطلق لان العجين كيف ديكو مرمقاس حاش بزيف وهنا كننقطعها اشريطة ومن بعد كناخد الشاريط كنديرو على شكل زيك زاق او شكل ايم ومن بعد كنجمع الاشريطة وكنشكل شبكية تعتيب بكل سهولة وكيف قلت لكم انتو من اللي كتحكموا في الحجم دي الشبكية سوى كبيرة او صغيرة انتو من اللي غادي تحكموا فيها يعني في الشاريط إلا كانت كبيرة فغادي نتكبروا الشاريط كسر من اللي درس انا بغيتوا هاد القياس هادا بحالي فغادي ديروها بهذا الشكل كنجي صغيرة من الاحسن غادي نستمر بنفس طريقة حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة دي الشبكية ونتلقى معكم باش نوريكم الطريقة وبقية الاسرار كيف اشطيبوا الشبكية ساعتكم في الفرن وكتجي شبكية اللي رطبة وهي الشيشة كتدف الفم وكتجي صحية في نفس الوقت وكتجي شبكية الساعة كاملة هنا كيف كتشوفوا درسها في اللاتة واللاتة كنفرش لها البابي كويسون او الكاغة الخاص بالطبخ وغادي ناخد هنا كمية دي الزيت وكندهنوا بها شبكية ساعتنا دروري ما تفعلوا هاد العملية هذه يعني ما تكتروش الزيت بزيف كتكون واحد دهناء اللي هي خفيفة من بعد ما غادي ندهن شبكية ساعتك كاملة كيكون الفرن في هاد اللحظة اغراه سخون يعني يمش عليهم من قبل كيكون سخون مزيان ومن بعد ما غادي ندخل له شبكية فغادي نديروه على درجة الحرارة اللي كتكون من خاف ذا خصوصا الناس اللي عندهم الفرن تعالقAY غاز يحاولوا نقصوا درجة الحرارة والناس اللي عندهم الفرن ديال الدو فها ساعاته بضع حرارة 180 حتى تساعدها من الوضع حتى تساعدها من المطاعة ومن ثم تساعدها من الفوق تكمل الطياب طيب تحكمه في المطاعة تحكمه في المطاعة تسخمه من قبل نتاحذها في 20 دقائق ستكون تقلل جاهزة في الوقت محمرة واحد اللون اللي كيجي فيهم دهب وزبين وكيفش كتشوفوا معيه البنات لخركم او الكوركم فكيعطيها لون رائع وما داق اروع في الشباكية فكن نسحكم به وعنده فوائد ليه كثيرة وصحية هنا من بعد ما خرج الشباكية وهي مازال سخونة فغادي نديرها في العسل بالنسبة للعسل البنات راني حطها لكم في القناة عسل اللي ناجح مليون في المياه كيبقى معلق فوق الشباكية ولاصق وعطي واحد اللي معان طريق سهلة كيف كتشوفوا راه هو تقيل البنات غير انا مزرب الكاميرا راه تقيل بالساف العسل كنديروه هنيشا بارد يعني ما كنسخنوش لان الشباكية كتكون سخونة ومع ذلك راه العسل ما كتتتلقش ليه نهائيا وخاك الشباكية سخونة ما كتتتلقش او كيبقى لاصق وكيف كتشوفو كييجي عطي واحد اللمعان فوق الشباكية لان ندير فيه واحد السر باش كيبقى هكا يمعلك وكيبقى عاطل لماعان بالنسبة لبنات اللي بغوا يشوفو غنخلي لكم الرابط دي الفيديو ساعه في صندوق الوصف وكيف كتشوفو هادي هي شباكيتي بعد ما خرجتها من الفرن فكتجي شباكية اللي هي صحية اول حاجة وتاني حاجة كتجي من ارواع ما يكون لديدة ومجعبة من الداخل وكتجي شار بالعسل كيف كتشوفو وهشيشا كتدف الفم ومضاقها ولا ارواع لديدة لديدة بزاف بذك المعلقة ديال ديال كوركم والمعلقة ديال توابية اللحم اعطاها واحد مضاق اللي يجي دائل انا متأكد ايلا جربتوها غدي تنال اعجاب ديالكم هنا غدي نعطيكم السر باش تحتافظو عليها بالنسبة الناس اللي بغوا يخليوا واحد المدة كنناخدوا واحد البواطن اللي كنكونوا منشفينها من المنزيان وكنفرشوليها الكارت الخاص بالطبخ وهنا كنستف شباكية تعتي كاملة كيف كتشوفو يعني ما كنديرش أنا طبقها هاكا وطبقها ديال السلوفان او الكاغة الخاص بالطبخ فكندير شباكية كاملة وهالطريقة كنخدمها احتمع الكليان توعي كنجمع لهم شباكية بهذا الشكل هذا وكتبقى لهم مدة اللي هي طويلة ما كتكسرش وما كتكسرش نهائيا كيف كتشوفو البنات الشباكية ما فيهاش الكوصور ولو وحدة هرست نهائيا ومع ذلك هي شيشة وكتدوف الفم مجعبة وشربة العسل من الداخل هنا غادي نستفها كاملة في البواطة ومن بعد غادي نغطي عليها بالكاغة الخاص بالطبخ وغادي نسد البواطة تعتي وغادي نحتفظ بها في تلاجة لاني ان شاء الله هادي بغيتها الرمدان وما زلنا اسبوع فغادي نخليها في تلاجة وبالنسبة الشباكية اللي غادي نتناولوها هادي الأيام هادي فغادي نديرها في شباكية في بواطة عادية ما غادي لها لابا بي كويسون لوالو كانت منها الشباكية هاديتنا لإنجاب ديالكم وتجربوها حتى نتمو اكيد اكيد متأكدة غاديتنا لإنجاب ديالكم وتشكروني عليها وتبخطجوها مع حبابكم وصحابكم وتددوا تجعوني بالليكات والتعليقات وكان اكد عليكم باش بخطجوها تبخطيوها مع الحباب وصحابي لانا فعلا كتصحق تجربة وكتصحق تبخطجة مع الحباب والصحاب وكتواصل لتعمك إلا ونحليكم بقاني الله إلى فيديو آخر إن شاء الله ودومتم في رعاية الله اشتركوا في القناة